موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 2 اليونت السادس الدرس الثاني أنوان الدرس يستردي البارحة موجود بصفحة 76 من كتاب الطالب صفحة 74 من كتاب النشاط قبل ما ندل بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي سمي الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الرابع الابتدائي أبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 76 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة اليستردي اللي هي عنوان الدرس البارحة ومنطين هذا المخطط اليستردي البارحة اليوم غدا هنا أنا يريد هيئنا للدرس أن هذا الدرس متعلق حول الوقت أو الزمان اليستردي البارحة اليوم غدا نحاول نحفظ هذه الكلمات كمعاني لأن راح تفيدنا بالنشاطات القادمة بأسفل الصفحة مكتوب لك read and make your chart انظر انظر إلى هذه المخطط هذا الجدوى read اقرأ make your chart واصنع الرسم البياني الخاص بك هنا نمنطيني مثال days of the week أيام الأسبوع sunday monday tuesday when is day thursday friday and saturday هذه أيام الأسبوع نسويهن على شكل جدول ورسم عليها الأسهم اللي خذناها قبل دقيقة yesterday and today and tomorrow فهنا نعدهم يوم البارحة كان يوم الأحد فحط عليها السهم yesterday أما today اليوم هو monday هو يوم الاثنين أما يوم غد tomorrow هو tuesday الثلاثاء يطلب من التلميذ أنه يعمل مثل هذا الرسم البياني منطين التعليمات والأشياء نحتاجها you need تحتاج paper ورقة ترسم عليها هذا الجدول crayons أقلام تلوين تلون بها هذه الأسهم scissors مقص وبعد ruler مصطرة نجي نتبع الخطوات اللي من خلاله نقدر نسوي رسم بياني مثل ما طالب من عندي انظر اقرأ واصنع رسم بياني number one أولا first أولا draw a rectangle ارسم مستطيل and draw seven lines وارسم فيه سبعة خطوط مثل ما اموضح بهذه الطريقة فكذلك أنا كتلميذ راح أسوي مستطيل وأرسم بي سبع خطوط على مودة كون مثل الجدول اللي منطيني بعد number two ثانيا then بعدها write days of the week اكتب على هذا الجدول days of the week أيام الأسبوع three ثالثا next بعدها write sunday in the second rectangle اكتب sunday اللي هو الأحد in the second rectangle في المستطيل الثاني اكتب هنا sunday بعد number four رابعا after that بعد ذلك write all the other days اكتب جميع أيام الأسبوع sunday بعد monday tuesday wednesday thursday friday and saturday بعدها then make two a rose and a star بعدها اصنع اثنين من الأسهم مثل ما هو موضح لي بالرسم البياني اثنين أسهم واحد على جهة اليسار واحد على جهة اليمين and a star ونجمة خلن نرسمهم هذا اللي على جهة اليسار sunday والنجمة واللي على جهة اليمين بعد next التالي write yesterday today and tomorrow اكتب على هذه الأسهم yesterday البارحة today اليوم tomorrow يوم غد finally اخيرا put the arrows and the stars next to the days of the week ضع هذه النجمة والسهمين بجانب أيام الأسبوع حسب اليوم اللي انت سويت به هذا النشاط لنفترض ان اليوم اللي سوى بالتلميذ هذا النشاط هو يوم الاثنين يجي يوضع هذه النجمة على يوم الاثنين today قبل الاثنين البارحة yesterday sunday البارحة هو يوم الأحد tomorrow غدا tuesday الثلاثة هذا عملنا رسم بياني مثل ما اطلب من عندي من الممكن للتلميذ يرسم هذا الرسم البياني على file ويشارك به مع المعلم كنشاط لا صفي إذن هذا مجرد نشاط لا صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي now make your own chart اصنع المخطط البياني الخاص بك إذن هذا مجرد نشاط لا صفي match طابقها طابق هذه الجمل بالصور write the numbers اكتب أرقام الجمل أمام الصور المناسبة لها خلني جاء نقرأ نوضح مفردات النصوص ونوصلها بالصور المناسبة لها her next lessons درسها القادم wear english كان اللغة الإنجليزية and science for lunch للغداء she had a sandwich and juice حظت بشطيرة وعصير at two o'clock في الساعة الثانية it was time to go home كان الوقت لكي تذهب إلى البيت ما هي الصورة المناسبة لهذا النص نلاحظ أن هذه الصورة هي أكثر صورة مناسبة تحظى بوجبة الغداء اللي هي شطيرة وعصير مناسبة لهذا النص إذن أكتب رقم النص اللي هو رقم واحد أمام هذه الصورة number two ثانيا after PE بعد درس الرياضة it was a break time كان وقت الاستراحة was معناها كان ننتبه إلى هذه الكلمة لأنها كلمة مهمة جدا بهذا الدرس it was a break time كان وقت الاستراحة منا played with her friends منا لعبت مع أصدقائها play يلعب فعل مضارع played لعبه بالماضي إذن ضفت لأيدي تحول الفعل إلى ماضي play يلعب played لعبه with her friends لعبت مع أصدقائها they climbed up the ladder تسلقوا على الدرج and went down the slide وتزحلقوا في الزلاقة شنو الصورة مناسبة لهذا النص هذه الصورة أكثر صورة مناسبة لذلك أخلي رقم اثنيا أمام هذه الصورة number three at home في البيت منا played with her friends منا لعبت مع أصدقائها and did her homework وعملت واجبها البيتي do يفعل أو يعمل did فعله أو عمله إذن الماضي ما do هو did ننتبه كذلك لهذه كلمة كلمة مهمة she went to bed ذهبت إلى السرير go يذهب الماضي مالت went ذهب go يذهب went ذهب she went to bed ذهبت إلى السرير at eight o'clock في الساعة الثامنة يا صورة مناسبة هذه الصورة أكثر صورة مناسبة نلاحظون الساعة الثامنة she went to bed ذهبت إلى السرير إذن نخلي رقم الناس أمام هذه الصورة number four رابعا yesterday البارحة منا went to school on the bus منا ذهبت إلى المدرسة في الحافلة her first lesson was maths درسها الأول كان الماتس الرياضيات كذلك was معناها كان المضارع مالت is يكون إذن شن الصورة المناسبة لها الصورة هي الصورة الأولى ذهبت بواسطة الحافلة إلى المدرسة هذا ما يخص هذا النشاط نشاط للقراءة استخلصنا مننا بعض الأفعال اللي هو is المعظمات was play المعظمات played do المعظمات did will go المعظمات went رح تفيدنا هذه الأفعال بالنشاطات القادمة ننتقل للنشاط الآخر read and write the verbs اقرأ اقرأ هذه الجملة واكتب الأفعال المناسبة لها منطيني مثال i go to school أنا أذهب إلى المدرسة yesterday البارحة i went to school ذهبت إلى المدرسة هنا أنا يريد يدربني على استخدام الفعل المضارع والفعل الماضي اللاحظوا أن الجملة الأولى أنا أذهب إلى المدرسة حدث متكرر كل يوم أذهب إلى المدرسة إذن خلينا الفعل المضارع بينما بالجملة الثانية بما أنه كلمة yesterday yesterday معناها البارحة إذن الحدث صار بالماضي إذن يجب أن أستخدم الفعل المناسب للجملة الفعل went ذهب ما أقول go أقول went ليش لأن الجملة بالماضي شون عرفنا من خلال كلمة yesterday البارحة البارحة ذهبت إلى المدرسة went ذهب وليس go يذهب إذن يجب أن أميز بين الفعل المضارع والفعل الماضي هذه الأفعال جدا مهمة ويجب أن أحفظها كل فعل بصيغة المضارعة وبصيغة الماضية الجملة الثانية my first lesson is maths درسية الأول هو الرياضيات yesterday البارحة my first lesson درسية الأول was maths كان الرياضيات لاحظوا أنه بالجملة الأولى درسي الأول هو درس الرياضيات هذا حدث متكرر إذن الفعل مضارع درسية الأول يكون درس الرياضيات is maths بينما الجملة الثانية بما أنهم بها yesterday البارحة إذن الجملة بالماضي فما أوضع is وأنما أوضع was كان فأخلي للأفعال write the verbs أكتب الأفعال الفعل الأول هو الفعل is أما الفعل الثاني هو الفعل was أما الجملة الأخرى I play with my friends ألعب مع أصدقائي play ألعب فعل مضارع yesterday البارحة نعنى رح يكون الفعل بالماضي I played with my friends لعبت مع أصدقائي نلاحظ أنه خلينا يدي الفعل صار فعل ماضي إذن play يلعب played لعبه بالماضي ليش لأن الجملة بها yesterday البارحة لليتلي على أن الجملة بالماضي لذلك أوضع الفعل الماضي الأفعال شنو الفعل الأول play أما الفعل الثاني played الجملة الأخرى I do my homework أعمل واجب البيتي الجملة الأخرى yesterday البارحة I did my homework عملت واجب البيتي do يعمل did عملة إذن أخلي الفعل الأول do يعمل الفعل الثاني did الفعل الماضي مالت ليش لأن الجملة بالماضي هذين الأفعال ضروري جدا أن أحفظ صيغتها المضارع والماضية ضروري جدا لأن راح تفيدني بالدروس القادمة يطلب من عندي الصيغة الماضية لهذه الأفعال أحفظها كإملاء وكمعاني ننتقل إلى كتاب النشاط look at the table انظر إلى الجدول لاحظ أن هنانا منطلنا الجدول answer the questions أجب على الأسئلة إذن هذه الأسئلة أجوبتها متعلقة بهذا الجدول مثلا number one أولا what day is it today ما هو اليوم اليوم شنو من أيام فالتلميذ يجاوب حسب الجدول إذا كان اليوم Sunday يقول it's Sunday إذا كان Monday يقول it's Monday يجاوب بكتاب النشاط حسب اليوم اللي هو موجود به فأقول مثلا it's Saturday إنه يوم السبت number two ثانيا what day was it yesterday ماذا كان البارحة البارحة كان شنو من أيام بما أنه خليت الساتردي السبت إذن اليوم اللي قبل السبت هو Friday الجمعة فأقول it was Friday كان يوم الجمعة هنانا it is وهنانا it was لأن هنانا بالحاضر وهنانا بالماضي number three ثالثا what day will it be tomorrow أي الأيام سوف يكون يوم غد يوم غد سوف يكون Sunday أحد فأقول it will be Sunday سوف يكون الأحد هذا مجرد دي يدربني أكثر على استخدام أيام الأسبوع will is وال was ال is للصيغة المضارعة وال was للصيغة الماضية باعتبار yesterday البارحة دلت لعلانة الجملة بالماضي أما النشاط الآخر listen and say the rhyme استمع وقل هذه القصيدة الغنائية write your own rhyme وكتب قصيدتك الغنائية نانا مثلا نقول today is for a today is for a اليوم شين من أيام مثلا اليوم Saturday Saturday بقول today is Saturday today is Saturday اليوم يوم السبت اليوم يوم السبت هي عبارة عن قصيدة غنائية all day long all day long على طول اليوم yesterday was فرار البارحة كان Friday yesterday was Friday البارحة كانت الجمعة البارحة كانت الجمعة and tomorrow will be والغدن سوف يكون Sunday tomorrow will be Sunday and tomorrow will be Sunday tomorrow will be Sunday يوم غد سوف يكون الأحد يوم غد سوف يكون الأحد the days of the week go quickly by أيام الأسبوع تسير بسرعة times go by time does fly الوقت يسير بسرعة الوقت يطير fly يطير إذنها عبارة عن قصيدة غنائية مجرد يريدني أعملي الفراغات بأيام الأسبوع المناسبة من خلال is و was أعرف أنه ال is للحاضر today اليوم يعني في الوقت الحاضر أكتب اليوم الخاص بالوقت الحاضر was بالماضي إذن خاص بي اليوم البارحة فيكتب بيوم الأسبوع الخاص بيوم البارحة will be سوف يكون خاص بالمستقبل فيكتب اليوم الخاص بالمستقبل هذا عبارة عن قصيدة غنائية غير مهمة من الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد يطلب من عندي أن يكتب أيام الأسبوع بثراغات المناسبة ننتقل للنشاط الآخر read and match اقرأ هذه الجملة and match وصل وصلها بالصور المناسبة لها listen and say استمع وردد فهنا مثلا أقرأ الجملة الأولى أشوف شن الصورة المناسبة لهذه الجملة yesterday البارحة I played with my friends لعبت مع أصدقائي شن الصورة المناسبة لها الصورة الثانية فأوضع رقم الصورة أمام هذه الجملة yesterday I watched TV البارحة شاهدت التلفاز شن الصورة المناسبة صورة الطفل اللي شاهد التلفاز أخذ العقم الثلاثة أمام هذه الجملة yesterday I cleaned my teeth البارحة نظفت أسناني الصورة الرابعة yesterday I brushed my hair البارحة فرشت شعري الصورة العولة yesterday I washed my face البارحة غسلت وجهي الصورة الخامسة هذا مجرد أوصل الجمل بالصورة المناسبة لها هذين الأفعال played لعبه watched شاهده cleaned نظفه brushed فرشة washed غسلة أفعال جدا مهمة يجب أن أحفظها بصيغة الماضية وصيغة المضارعة ذنة أفعال قياسية wash يغسل washed غسلة brush يفرش brushed فرشة clean ينظف cleaned نظفه watch يشاهد watched شاهده مجرد أضيفي لها إيدي تتحول للماضي أحاول أحفظها لأنها راح تفيدني بالدروس القادمة بعدها مكتوب listen and say استمع وردد cleaned نظفه washed غسله brushed فرشه watched شاهده وplayed لعبه للمتحان شنو التمرين المتعلق بيهن وكيف تجينا بالامتحان وشون نقدر نجاوب عن السؤال المتعلق بهذه الأفعال هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي مجموعة من الأفعال المهمة جدا قلنا نجيب أن نحفظها معاني كذلك أخذنا مجموعة من الأنشطة من ضمنها النشاط اللاصف اللي ممكن نشارك به عن طريق عمل بوستر أو ملسق أو فايل نكتب به أيام الأسبوع ونأشر على شكل سهم باليوم الخاص بي yesterday البارحة today اليوم tomorrow غدا بالإضافة إلى ذلك اتدربنا أكثر على استخدام الأفعال بالصيغة المضارعة والصيغة الماضية لها وعرفنا أنه الصيغة الماضية نقدر نحددها من خلال كلمة yesterday اللي معناها البارحة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا مع الحسابات الموجودة مامكم على الشاشة